السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا ولاد عاملين ايه يا رب تكونوا بخير احنا دلوقتي ان شاء الله هنشرح درس علامات اعراب جمع المؤنس السالم اولا ما هو جمع المؤنس السالم تعريفه هو ما دل على اكثر من اثنتين اي مؤنس بزيادة الف وتاء على مفردة اي الالف وتاء تكون زائدة على اصل الكلمة وليست اصلية في الكلمة مثل كلمة الفتيات الطبيبات المهندسات المعلمات وغيرها هيا بنا نسترجع جدول علامات الاعراب اولا المفرد يرفع بالضمة وينصب الفتح ويجرب القسرة المسنة يرفع بالالف وينصب الياء ويجرب الياء جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب الفتحة ويجرب الكسرة لانه يعامل معاملة المفرد جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب الياء ويجرب الياء جمع المؤنس السالم يرفع بالضمة وينصب الياء ويجرب الياء ويجرب الكسرة وهذا هو درسنا النهاردة وهو علامات جمع المؤنس السالم وكيفية اعرابه اذا هو يرفع بالضمة وينصب ويجرب الكسرة علامات اعرابه اولا يرفع بالضمة مثال تعالج الطبيبات المرضى إذن هنا كلمة الطبيبات فاعل مرفوة وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنس سالم إذن جمع المؤنس السالم يرفع بالضمة وينسب بالكسرة مثال كافأة المعلمة التلميذات كافأة فاعل ماضي والتأتي التأنيس المعلمة فاعل مرفوة وعلامة رفعه الضمة كافأة من التلميذات التلميذات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة إذن جمع المؤنس السالم ينصب بي الكسرة ويجرب الكسرة أيضا مثال سلمت على طبيبات محترمات إذن كلمة سلمت فاعل ماضي والتأتي الفاعل على حرف جر طبيبات اسم مجرور بعلة وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم إذن علامات إعراف جمع المؤنس السالم يرفع بي الضمة وينصب ويجر بالكسرة نماذج للأعراب الممرضات رحيمات كلمة الممرضات تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنس سالم شقر المدير المعلمات شقر فاعل ماضي المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المعلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم وجمع المؤنس السالم يرفع بي الضمة وينصب بي الكسرة مثال آخر هبطت الطائرات في المطارات هبطت هبط فاعل ماضي والتأتاء التأنيز الطائرات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وأيضا هو جمع مؤنس سالم في حرف جر المطارات اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم إذن علامات إعراب جمع المؤنس السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة تدريب هدد جمع المؤنس السالم وبين علامة إعرابه صهرة الممرضات على راحة المرضى أين هنا جمع المؤنس السالم؟ كلمة الممرضات لأنها تنتهي بألف وتاء زائدة على أصل الكلمة وليست أصلية في الكلمة كلمة الممرضات مفردها الممرضة وكلمة الممرضة عند جمعها جمع مؤنس سالم نضيف إليها الألف والتاء والتاء المربوطة علامة التأنيس في كلمة الممرضة نستغنى عنها تماما ونضع الألف والتاء إذن جمع المؤنس السالم هنا كلمة الممرضات وعلامة إعرابه الضمة لماذا؟ لأنه فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنس سالم مثال آخر سمعت المزيعات يزعن أنباء العالم أين هنا جمع المؤنس السالم؟ كلمة المزيعات علامة إعرابه الكسرة لأنه مفاول به منصوب بالكسرة سمعت سمع فعل ماضي والتاء الفاعل سمعت من؟ المزيعات إذن المزيعات هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم ومفرد كلمة المزيعات المزيعة نضيف إليها الألف والتاء الزائدة على أصل الكلمة مثال آخر تحتفل الأسرة بالمناسبات السعيدة جمع المؤنس السالم هنا كلمة المناسبات علامة إعرابه هي الكسرة لأنه اسم مجرور بالكسرة تحتفل فاعل مدارع مرفوة وعلامة رفعه الضم الأسرة فاعل مرفوة وعلامة رفعه الضم الباء حرف جر المناسبات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم سؤال آخر لماذا لا تعد هذه الكلمات جمع مؤنس سالم؟ مثل كلمة أبيات وأصوات لماذا كلمة أبيات وأصوات لا تعد جمع مؤنس سالم؟ لأن الألف والتاء هنا أصلية في الكلمة وليست زائدة عنها ونحن قلنا قبل ذلك أن يجب أن تكون الألف والتاء زائدة على أصل الكلمة وليست أصلية بها وإن كانت أصلية بها فهذه الكلمة لا تعد جمع مؤنس سالم مثل كلمة أبيات وأصوات إنها تنتهي بألف وتاء ولكن الألف والتاء هنا أصلية وليست زائدة إذا حزفنا الألف والتاء ستصبح أصو ما معنى أصو؟ لا شيء له ولا معنى له إذن كلمة أصوات ليست جمع مؤنس سالم وأيضا كلمة أبيات إذا حزفنا الألف والتاء ستصبح أبي ما معنى هذه الكلمة لا معنى لها ولذلك الألف والتاء هنا أصلية وليست زائدة على الكلمة وبهنا يكون قد انتهى الدرس وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته